قد تمّم الله نقاصدنا قد تمّم الله نقاصدنا وزعلنا جميع الهد وزعلنا جميع الهد في مركة النور شافعنا وزعلنا جميع الهد وزعلنا جميع الهد وزعلنا جميع الهد والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي يأخذ بقلب من أراد له السعادة إلى مقاصد القرب من حضرته وينعم لمن أراد أن يحييه حياة طيبة أن يتعلق به وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صاحب الملك والملكوت والعزة والجبروت الجن والإنس يموتون وهو الحي الذي لا يموت وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه وخليله النور المبين الذي انكشفت به سحب الغفلات عن بواطن أهل الإجابة وارتفعت به الغفلات عن قلوب أهل الإستجابة القدوة الأعلى في كل ما ينال به السعادة والمثل الأسنى في كل ما ينال به الخير والزيادة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وارضى الله عن سادتنا وأساتدتنا ومشائخنا وأصحاب الفضل علينا وأمدنا يا رب من فيضهم وأنوارهم وأسرارهم وثبتنا على محبتهم وحجتهم آمين آمين يا رب العالمين ثم أما بعد روى الإمام الديلمي في مسند الفردوس عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى علي صلاة واحدة فتقبلت منه محى الله عنه ذنوب ثمانين سنة اللهم صل وسلم وبارك وعزز وكرم وشرف وزد وتحنن على حبيبنا وعظيمنا وإثميد أبصارنا ونور بصائرنا سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأواه العالي القدر العظيم الجاه ما وحد الواحد من واحده وكل من وحده جاحد توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد توحيده إياه توحيده وتوحيد غيره لاحد وله في كل الوجود آية تدل على أنه الواحد كنا أيها الأحباب في المجلس السابق قد تكلمنا عن عظيم عفوه وحلمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وتكلمنا عن ضرورة ووجوب صلة الرحم مع وجود القطيعة لأن في ذلك اقتداء بهدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وتكلمنا عن ما لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم من أذى من قومه في أن شج وجهه وكسرت رباعيته وأبى إلا أن يقول خيرا فقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون قال القاضي المصنف أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي قال انظر في هذا القول أي في قوله اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون انظر في هذا القول من جماع الفضل ودرجات الإحسان وحسن الخلق وكرم النفس وغاية الصبر والحلم إذ لم يغتصر صلى الله عليه وسلم على السكوت عنهم حتى عفى عنهم ثم أشفق عليهم ورحمهم ودعا لهم وشفع لهم فقال اغفر وفي رواية اهدي ثم أظهر سبب الشفقة والرحمة بقوله لقومي ثم اعتذر عنهم بجهلهم فقال فإنهم لا يعلمون اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون آذوه عليه الصلاة والسلام وأبى إلا أن يقول خيرا قال اللهم اغفر لي أي دعا لهم هم الذين آذوه هم الذين عادوه هم الذين بادلوه بالعداء والطغيان والأذى فقال اللهم اغفر يا رب إن هؤلاء القوم اغفر لهم واهدهم ثم نسبهم إليه فقال لقومي اللهم اغفر لقومي إن هؤلاء قومي فاغفر لهم فإنهم لا يعلمون اعتذر لهم وكأنه صلى الله عليه وسلم يقول سبب إيذائهم لي وسبب وسبب كفرهم وعداوتهم لي لأنهم لا يعلمون ومعنى الاعتذار كأن مثلا يعني في حياتنا اليومية يأتيك ولدك وقد أذى ولد جارك فيأتيك جارك فيقول إن ابنك هذا قد يعني ضرب ابني وما إلى ذلك يعني مما يحصل بين الفتيان وما بين الجيران فتقول للإلجار إن هذا ولد صغير يعني أنت لا يعني تعتذر لي ولدك تقول هذا ولد صغير وهذا أولد صغار ولا يعرفون هذا معنى الاعتذار قال اعتذر لهم في إذائهم وعداوتهم لي؟ لأنهم لا يعلمون فلو علموا أني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو علموا أني نبيهم فلو علموا أني الرحمة والهدى الذي أرسله الله عز وجل إليهم لما فعلوا بهذا الفعل لما آذوني لكن لما جهلوا من جهل شيئاً عداه لما جهلوا حقيقتي لما جهلوا أني رسول الله إليهم لما جهلوا أني شفيعهم آذوني وأخرجوني من مكة وآذوني وآذوني في ثقيف وآذوني الطائف إذا فهذا الجهل الناتج عن عداوة قريش لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما النبي عليه الصلاة والسلام يطوف وخلفه يعني وقبله رجل يطوف.. أمامه الرجل يقول يا كريم سيدنا رسول الله صلى الله عليه سلم يتلطف بذلك الرجل ليقول يا كريم واسيدنا محمد عليه الصلاة وآسلام يقول يا كريم فنظر الرجل يعني نظرة مغضب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرف فقال له يا هذا لو لا إشراق وجهك لو لا إشراق قدك وصباحة وجهك لشكوتك إلى حبيب محمد صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرفه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أَوَمَا تَعْرِفُ حَبِيبَكَ مُحَمَّدَ قال له قال أنا حبيبك محمد وشفيعك في الآخرة أنا حبيبك في الدنيا وشفيعك في الآخرة عندها قال الرجل يعني وقبل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أَوَيُحَاسِبُنَا رَبُّنَا؟ قال نعم فقال الرجل إِنْ حَاسَبَنَا لَنُحَاسِبَنَّا كان عربياً فتعجب الرجل فقال كيف فنزل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بشر الأعرابي وقل له لا تحاسبنا ولا نحاسبك لأن الأعرابي ماذا قال؟ قال إن حاسبنا على ذنوبنا حاسبناه على عفوه الشاهد أن ذلك الأعرابي لم يعرف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقابله بتلك الغلظة فكانت سبباً في البشارة التي أتى بها سيدنا جبريل على قلب مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا معنى اعتذل لهم وهم لا يعلمون لو علموا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبوه لو علموا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لفنوا في محبته وفنوا في تعظيمه وتوقيره وتبجيره وتبجيره صلى الله عليه وسلم ولما قال له الرجل قال المصنف ولما قال له الرجل اعدل فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله لم يزده في جوابه أن بيّن له ما جهله ووعظ نفسه وذكرها بما قال له فقال ويحك فمن يعدل إن لم أعدل خبت وخسرت إن لم أعدل ونهى من أراد من أصحابه قتله عبد الله بن خويصرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في تقسيم الغنائم فقال له اعدل فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا وقال ويحك فمن يعدل إن لم أعدل هنا غضب النبي صلى الله عليه وسلم لم يغضب انتقاما لنفسه قلنا من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط ولكن إذا انتهكت حرومات الله عز وجل غضب غضب قالوا لماذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لأن الرجل طعن في النبوة أنا النبي أنا رسول الله عز وجل أنا الذي أدبني ربي إذن فكمال النبوة وكمال الرسالة وقداسة النبوة ورسالة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون من أخلاقه عادلا في قسمته وبين أصحابه وبين أقربائه وما إلى ذلك فقال له رجل اعدل فقال النبي صلى الله عليه وسلم بغضب ويحك إن لم أعدل فمن يعدل أنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سيدنا عمر كان واقفا وسمع الخطاب فقال يا رسول ائذلي أن أضرب عنقه كان سيدنا عمر بالخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان شديدا كان حازما كان لا يرضى أن يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الغضب الذي صدر من عند النبي صلى الله عليه وسلم غضب في الله لأن الرجل طعن في النبوة والنبوة تقتضي الكمال والنبوة تقتضي العظمة والنبوة تقتضي أدب الله عز وليه كأنه خادش في أدب الله لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما تصدى له قال المصنف ولما تصدى له غورث بن الحارث ليفتك به أن ليقتله ورسول الله صلى الله عليه وسلم منتبذ أي قائل منتبذ تحت شجرة وحده قائلا أي في القيلولة والناس قائلون في غزات كانوا راجعين من غزوة ذات الرقاع فلم ينتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو قائم أي الرجل قائم والسيف سلتا في يده سلتا أي مسلتا أي مسلولا فقال الرجل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يمنعك مني النبي صلى الله عليه وسلم متكئ في قيلولة يعني قد أنهاكه الجهد ورجعه من غزوة ذات الرقاع وغولث بن الحالث قد أصلت سيفه من أجل أن يقتل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع سيفه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال الغولث بن الحالث قال من يمنعك مني فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله فلما قال الله سقط السيف من يد الرجل فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال للرجل والآن من يمنعك مني فقال له كن خير آخذ يا محمد يعني في بداية الأمر كان الرجل قد أصلت سيفه وسل سيفه من أجل أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجل في مقام العزة فلما قال له من يمنعك مني قال النبي صلى الله عليه وسلم الله وفي رواية أن سيدنا جبريل جاءه ورده فلما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف قال للرجل الآن من يمنعك مني الآن في مقام العزة لكنه العفو الحنون الرحيم صلى الله عليه وسلم فقال له كن خير آخذ يا محمد إن نعرف أخلاقك ونعرف حلمك ونعرف عفوك فاعفو عني فعفى عنه الرجل فجاء الرجل إلى قومه وقال لهم قد جئتكم من عندي خير الناس بهذا الخلق الكريم ذهب سيدنا غورة بن الحارض وقد أسلم وحسنا إسلامه ذهب إلى قومه وقال لهم قد جئتكم من خير الناس فجاء بقومه مسلمين إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن عظيم خبره في العفو عفوه عن اليهودية التي سمته في الشات بعد اعترافها على صحيح الرواية هذه امرأة يهودية يقال لها زينب بنت الحارض بنت سلام امرأة يهودية سألت عن أحب ما يأكله النبي صلى الله عليه وسلم في الشات فقل لها الذرع فسمت له الذرع وأتت به هدية إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يأكل الذرع أخبره العظم بأنه مسمون قيل فساغ شيئا من ذلك اللحم لحم الذرع ولده وأخبر من عند الله عز وجل عن طريق العظم أن ذلك أن ذلك الذرع مسموم أن ذلك الشات مسمومة فاعترفت اليهودية بأنها قد سمت له الشات وأخبرت أنها أرادت أن تسمى يعني أن تظره سمى في الشات لأمرين إما إن كان كاذبا وحاشاه عليه الصلاة والسلام فيموت فيستريح ومن الخلق وإن كان نبيا لم يضره ذلك السم وكان نبيا ولم يضره السم بل أن العظم أنتقه الله عز وجل وأخبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسمون سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عفا عنه هي أردت أن تقتله والله عز وجل قال في حق نبيه الكريم والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس معنى يعصمك من الناس أن يعصمك من القتل على أرجح أقوال المفسرين والله يعصمك من الناس أن يعصمك من القتل لماذا يحفظك الله عز وجل من القتل؟ لأنك في تأدية رسالة لأنك في تأدية آمانة في تأدية رسالة لأنك في نبوة لأنك أمرت أن تبلغ الناس يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فالله عز وجل عصمه وحفظه من قسل ما يؤذى عليه الصلاة والسلام كما مر معنا من شق وجهه وإدماء وجهه ومن كسر ربعيته فذلك من الأعراض البشرية حتى يستأنس أصحابه عندما يرون الأذى ويرون العذاب قد ينكرون بهم فيقولون حبيبنا وأميرنا وشفيعنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك يؤذى فيحدث لهم معنى من التقوية والثقة والإستناس أما القتل فالله عز وجل قد حفظ نبيه وعصبه فعافى عنها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقد أرادت قتله وفي رواية أن كان من أصحابه سيدنا البراء بن بشر فأكل شيئا من ذلك اللحم فمات فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هاته المرأة وعطاها لبني البراء من أجل أن يقتصوا منها إلا أنه صلى الله عليه وسلم عفى عنها ولم ينتقم لنفسه وبعض ساداتنا العلماء والصحي عند أهل الفهم أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته كان يقول ما زال سم تلك يعني سم تلك المرأة التي سمته ما زال يعاودني حتى قال بعض العلماء حتى يكتب الله عز وجل له مراتب الفضل في تكميل الشهادة حتى يتوفى شهيدا حتى يكتمله مراتب الفضل في تمام شهادته عليه الصلاة والسلام وأنه كذلك من عظيم عفوه أنه لم يؤاخذ لبيد بن الأعصم إذ سحره وقد أعلم به وأوحي إليه بشرح أمره ولا عتب عليه فضلا عن معاقبته كذلك سحر عليه الصلاة والسلام لكن أيها الأحباب ما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم من سحر فهذا لا ينافي كمال وقداسة نبوته سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظه الله ورعاه الله وعناه الله وعسمه الله إلا ما ذكر من العوارض البشرية التي تعرض لها نعم جاء في صحيح السير أنه صلى الله عليه وسلم تعرض للسحر لكن السحر هذا لا يخدش ولا ينفي كمال نبوته صلى الله عليه وسلم حتى في الوقت الذي كان فيه في وقت السحر الذي سحل به عليه الصلاة والسلام كان قال العلماء كان في انضباط في قوته وسمعه وأقله حتى يبلغ ما أنزله الله عز وجل وأوحى إليه وقالوا كذلك كذلك سحر لبيد بن أعصم للنبي صلى الله عليه وسلم كذلك فيه استئناس لأمته سيأتي الزمان من يكثر فيه هذا السحر وتكثر فيه هذه الأمراض الخبيثة فيتقوى من أبتلي بهذا المرض فيقول نبينا صلى الله عليه وسلم كذلك سحر ونبينا صلى الله عليه وسلم كذلك مرض ونبينا صلى الله عليه وسلم كذلك فقد الحبيب والقريب فكل ما يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم كأن فيه عزاء لأمته فيما يحصلهم من المحن والفقد والابتلاء والأذى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكذلك لم يؤاخذ عبد الله بن أبي وأشباهه من المنافقين بعظيم ما نقل عنهم في جهته قولا وفئلا بل قال لمن أشار بقتل بعضهم لا للا يتحدث أن محمدا يقتل أصحابه عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين أذى النبي صلى الله عليه وسلم أذى كبيرا وهو من الأوائل الذين خاضوا في الإفك في حادثة الإفك من عائشة رضي الله عنها وأرضاها حتى بعضهم كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول ألا نقتله ألا نكفيك شره لكن الأمر أن عبد الله بن أبي بن سلول كان منافقا والمنافق هو الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر تجدهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصف الأول فمن يدخل في الإسلام حديثا فعندما يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقتل ذلك المنافق وهو يعلم أنه منافق لكن الجديد عهدي بالإسلام يعلم أن هذا مسلم يره في الصف الأول فعندما يؤذي ذلك المنافق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأشد وألوان العذا يصبر ويحتمل ويعفو عنه فيأتي سيدنا عمر فيقول يا رسول ألا نضرب عنقه ألا نقطع رأسه حتى لا يتحدث فيقولون أن محمدا يقتل أصحابه لو كان ذلك المنافق كافرا يعني قد باح بالكفر وأظهر الكفر لقتلوه لكن لما كان منافقا والذي يعني اشتد الأذى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجالدوه بالتغيان والكفر والعناد والذي يعني هم المنافقون المنافقون كانوا يظهرون الإسلام ويخفون الكفر لكن عفى عنه صلى الله عليه وسلم حتى مات بل من عفوه عليه الصلاة والسلام أن جاء ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يعني إن أبي قد مات وأريد أنك أن تصلي عليه فنزل قوله تعالى إن تستغفر لهم أو لا تستغفر لهم فلن يغفر الله لهم كما قال الله عز وجل وعن سيدنا أنس رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد غليظ غليظ الحاشية فجبذه أعرابي نقول جبذه بتقديم الباء على الذال أو نقول جذبه بتقديم الذاء على الباء فجبذه أو جذبه جبذة أو جذبة شديدة حتى أثرت حاشية البرد في صفحة عاتقه ثم قال يا محمد احمل لي على بعيري هذين من مال الله الذي عندك فإنك لا تحمل لي من مالك وما لأبيك فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال المال مال الله وأنا عبده ثم قال ويقاد منك يا أعرابي ما فعلت بي قال قال لا قال العرابي لا فقال صلى الله عليه وسلم لما قال لأنك لا تكافئ بالسيئة السيئة صلى الله عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله يأتيه أعرابي والعراب يعني معرفون بالغلظة والشدة ويجبذه وكأنه يختبره ويجبذه من برده الشريف فيحز ذلك البرد يعني فيجعله يعني فيدمي ذلك البرد في عاتقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويقول له أغلظ له آذاه في ذاته الشريفة وأغلظ له في الكلام وقال له احمل أيعطني يعني املأ لي يعني هاتني بعيرين املأ لي له مالا أو تمرا أو ما إلى ذلك اعطني من مال له فإنك لا تعطني لا من مالك ولا مال أبيك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال المال الله هذا الأمر هذه الغنائم هذه الخيرات هي مال الله وأنا عبده أنا عبد المأمور أن أقسم هذه الغنائم فقط ويقاد منك يا عربي أي سنقتص منك في إذائك لنا وسنقتص منك في غلظك للكلام لنا فقال له العربي قال لا قال لأنك لا تقتص مني فقال له ولما قال لأنك لا تكافئ بالسيئة السيئة لأننا نعلم أنك لا تكافئ بالسيئة السيئة سيدنا سواد بن غزية وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يجهز الجيش فعمد إلى سيدنا سواد وكان يعني قد خرج عن صف الجيش فقال له استقم يا سواد ونهاره بعود عنده فقال له سيدنا سواد لقد أوجعتني يا رسول الله قال وما ذلك قال أقتص منك قال كيف قال اكشف لي عن بطنك الله هذا المنظم هذا قائد الجيش أمير الجيش ومن حقه أن ينظم جيشه وأن ينظم جنده فقال له لقد أوجعتني يا رسول الله قال وما ذلك قال أقتص منك قال افعل قال وكيف ذلك قال اكشف لي عن بطنك أو عن ظهرك فكشف له النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائد الجيش ما هذا الحلم ما هذا العظم ما هذا العفو ما هذا التواضع فكشف النبي صلى الله عليه وسلم فقبل سيدنا سواد بطن سيدنا رسول الله الصلاة قال ما حملك عن هذا يا سواد قال إننا في غزة إننا في حرب ولا أراني إلا أني سألتحق بربي فأردت أن يكون آخر عمل من حياتك أن ألثم بطنك أو أقبل بطنك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال له فإنك لا تكافئ بالسيئة السيئة فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر أن يحمله على بعيره شعير وعلى الآخر تمر قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم تكن حرمة من محارم الله عز وجل وما ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله وما ضرب خادما قط ولم رأى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وجئ إليه برجل فقال هذا أراد أن يقتلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لن ترع لن ترع أي لا تخاف لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم من صميم الثقة واليقين بالله الله عز وجل قال له والله يعصمك من الناس أي والله يحفظك من القتل فكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما تأتيه هذه العوارض من المشركين من إريد أن يقتلها أو يهم بقتله فكان يقولها من صميم ومن ثقة ويقين في الله عز وجل ويعفو عنه بل ويحسن إليه سيدنا فوضالة بن عمير كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف ووراءه سيدنا فوضالة وكان قد أخفى سكينه من أجل أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تحدث به نفسك يا فضالة قال إن يذكر الله يا رسول الله وهو يريد أن يقتله فطاف الثانية الطواف الثاني أراد أن يظهر خنجره من أجل أن يطعن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا تحدث به نفسك يا فضالة قال إن يذكر الله يا رسول الله ففي الثالثة قال ما تحدث به نفسك يا فضالة قال إني أذكر الله يقول سيدنا فضالة قال فوضع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدري فما إن رفع قبل أن يضعها وهو أبغض الناس إليه فما إن رفعها إلا وأهو أحب الناس إليه صلى الله عليك وعلى آلك يا رسول الله وجاءه زيد بن السعنة قبل إسلامه يتقاضاه دينا عليه فجبذ أو جذب ثوبه عن منكبه وأخذه بمجامع ثيابه وأغلظ له ثم قال إنكم يا بني عبد المطلب مطل أو مطل مطل أو مطل يعني تتماطلون في قضاء الدين فانتهره سيدنا عمر وشدد له في القول والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وهو كنا إلى غير هذا أحوج منك يا عمر تأمرني بحسن القضاء وتأمره بحسن التقاضي ثم قال له لقد بقي من أجله ثلاث وأمر سيدنا عمر أن يقري لما له ويزيده عشرين ساعا لما روعه فكان سبب إسلامه وذلك أنه كان يقول أي سيدنا زيد بن السعنة ما بقي من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتهما في محمد أي في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا اثنتين لم أخبرهما يسبق حلمه جهله ولا تزيده شدة الجهل إلا حلمه فاختبرته بها بهذا فوجدته كما وصف سيدنا زيد بن السعنة كان من أحبار لهود وكان عالما بالتوراة والإنجيل قال كنت يعني قد وجدت صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل يعني صفة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت موجودة في التوراة والإنجيل قال إلا أمرين هل يسبق حلمه جهله أم يسبق جهله حلمه يعني إذا استفزه أحد أو انتهره هل يجهل الجهل ليس من ضد العلم الجهل من الغضب هل يؤذي هل يجهل أم يحلم أو إذا آذاه وتوالى عليه أحد في الآذاه هل يزيد غضما أو يزيد حلما هذا الأمرين الذي لم أجدهما في كتب التوراة والإنجيل أما كل كل أمور أمور المتعلقة بمعالم نبوته صلى الله عليه وسلم قال وجدتها في التوراة والإنجيل قال فاختبرته فجعلت معه يعني دينا وبقي من الدين قال مثلا نلتقي بعد أسبوع بعد سبعة أيام قال أنا فجئته بعد أربعة أيام وقد بقي من السفاء الدين ثلاثة أيام قال فجئته وأغلطت له في الكلام وقلت لهم يا بني عبد المطلب يعني أجداد سنة رسول الله سبحانه قال قلت يا بني عبد المطلب إنكم قوم مطلب أي تتماطلوا في استفاء الدين قال وأغلطت له في الكلام وجبته من برده الشريف صلى الله عليه وسلم فلما رأاه سيدنا عمر قلنا كان سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يعني لا يرضى أن تمر نسمة ريح تؤذي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يضرب عنقنا قال دعني يا رسول الله أقطع معروف بضرب العنق وقعت الرأس قال يا رسول الله دعني أضرب عنقه فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه السلام يا عمر أنا وهو كنا إلى غيري هذا أحوج منك يا عمر تأمرني بحسن القضاء وتأمره بحسن التقاضي أي تأمرني بحسن القضاء تقول لي يا رسول الله يعني اقضي دينك وتأمره بحسن التقاضي أي بطلب دينه أن يكون في ذلك من الأدب وذلك من الرطف في حسن التقاضي النبي صلى الله عليه وسلم كان وقافا عند حدود الله فقال له إنه قد بقي من الأجل ثلاث هذا الأمر يعني كنت تفعله إذا فتن الأجل بعد سبعة أيام مثلا قال إنه بقي من الأجل ثلاث وعطيه عشرين ساعا لما روعته يا أمر أكرمه وأحسن إليه وزاده عشرين ساعا لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الشريفة كان يكره ويكره من يروع المسلم فمن بذلك من يخيفه فمن بذلك من يقتله أسأل الله السلامة والعافية كان عليه الصلاة والسلام يكره كرها شديدا من يروع أخاه المسلم فقال له اعطيه عشرين ساعا اعطيه ماله حقه الذي يعني الدين الذي كان بيننا وزده عشرين ساعا لما روعته فقال له سيدنا زيد بن السعنة يعني لقد اختبرتك يا رسول الله يعني فوجدتك يعني معالم النبوة ومعالم الرسالة مستوفية في كتبنا كتب التوراة والإنجيل إلا أمرين خلقين وهو يسبق حلمه جهله ولا تزيده شدة الجهل إلا حلم النبي صلى الله عليه وسلم يقررنا أمورا في هذا الحديث أو هذا القصة المباركة الشريفة يقررنا الأدب يعني كان صلى الله على اسمه يقول المؤمن سمحا إذا اشترى سمحا إذا باع سمحا إذا اغتضى أي المسامحة والليل والرفق في التعاملات المالية والتعاملات التجارية في الأمور التي بين الأطراف أطراف يعني المسلمين في الأمور التي يحتاج بعضها إلى بعض من المال ومدينة وتعاملات تجارية وما إلى ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت لنا ثوابت السماحة والرطف والأدب في هذه التعاملات حتى يتشيع بين المسلمين المحبة والألفة والمودة وتأمره بحسن التقاضي أي تأمره بأدب أن يطلب حقه الآن في هذا المجتمع شبابنا اليوم إذا أراد أن يطلب حقه ماذا يفعل؟ يخرب، يدمر، يحرق لو رجع شبابنا إلى سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلب حقوقهم تلبسوا بأخلاق الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم من لطف وتؤدة وسكينة ووقار وثبات عن الحق حتى يكرمهم الله عز وجل لكن لما غبنا عن أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غبنا عن سنته صلى الله عليه وسلم حتى أن هذا سيدنا زيد بن السعنة كان كافرا أسلم بسبب خلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه كان يتتبع كان يقتفي آثار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على كفره وهو على إلحاده لكنه كان يتتبع ويقتفي آثار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى علم كل أخلاق إلا هاتين الخلقين فجعل له اختبار فعرفهما فثبت ذلك الاختبار فأسلم سيدنا زيد بن السعنة فبالك من المسلم المحب الذي يعني الحمد لله كتب السيرة كلها مفتوحة قلوات الإيمان وقنوات المعرفة كلها وكتب السيرة وكتب الأخراك كلها يعني موجودة كان سادتنا الصحابة يقولون كنا نتعلم مغازي وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نحفظ ونتعلم الآية من القرآن والحديث عن حلمه صلى الله عليه وسلم وصبره وعفره عند القدر أكثر من أن تأتي عليه المجالس وحسب كما ذكرناه مما في الصحيح والمصنفات الثابتة إلى ما بلغ متواطنا مبلغ اليقين من صبره على مقاسات قريش وأذى الجاهلية ومصابرته الشدائد الصعبة معهم إلى أن أظفره الله عليهم وحكمهم فيه وهم لا يشكون في استئصال شأفتهم وإبادة خضرائهم فما زاد على أن عفى وصفح وقال ما تقولون أني فائل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم فقال أقول كما قال أخي يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا فأنتم الطلقاء صلى الله عليك وعلى آلك يا رسول الله قبل عشر سنوات أو تسع سنوات أخرج عليه الصلاة والسلام من مكة أوذي أضطهد أخرجه وأصحابه هاجروا إلى الحبشة طلبا يعني انفرارا بدينهم أوذي عليه الصلاة والسلام لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة نظر إليها وقد دمعت عيناه ونظر إليها نظر الحنين القلب الحنين فقال نظر إلى مكة المشغفة أعزها الله وقال والله لأنت أحب البلاد إلى الله والله لأنت أحب البلاد إليه ولو أن قومك ولو أن أهلك ما أخرجوني ما خرجت لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة جاءه سيدنا أصيل الهذلي فقال له يا أصيل كيف تركت مكة سبع سنوات أو ست سنوات لم يذهب إليها قال كيف تركت مكة فقال له سيدنا أصيل لقد تركتها وقد اغدودقت أنهارها أي سالت أنهارها وأظهرت أثمارها واخضرت أشجارها فدمعت عين النبي صلى الله عليه وسلم وقال بالله عليك يا أصيل دعي القلوب تقر ولا تشوقها إلى مكة الله مرزقنا زيارة سيدنا رسول الله يصدم وحجى بيتك الحرام وفي هذا القدر كفاية وصلى الله وسلم وبالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المصالين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة 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 موسيقى موسيقى